استقبلت هيئة الدواء برئاسة الدكتور تامر عسامة وفدا من الاتحاد الأوروبي لبحث سبل دعم الاتحاد الأوروبي لمصر في مجال تصنيع لقاحات كورونا خلال اللقاء تم عرض جهود هيئة الدواء المصرية منذ نشأتها في دعم صناعة الدواء والقدرات التصنيعية الموجودة والتي ظهرت في زيادة حجم الصادرات المصرية ومدى تطورها خلال الفترة الأخيرة في نهاية اللقاء أشهد وفد الاتحاد الأوروبي بالتحسن الملحوظ الذي تشهده البيئة الرقابية من تطوير وتحديث لأليات وإجراءات وقواعد العمل بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية بما يسهم في تهيئة الدواء الرقابي والتشريعي لدعم وتجدية صناعة الدواء